انفيديو اي اي خرج عن السيطرة انا جربت زي زي ناس كتيرة قلت ما تيجي نعمل فيديو بالزكاء الصناعي تم تجرب يا اتغرمال حاجة انت عندك حاجة تخسرها بس اتفاجئتي جدا وما صدقتش النتيجة اللي طلعت معايا هوريك النتيجة اللي انا عملتها وهتتفاجئ زي كل اللي عملته ان انا قررت اخش على موقع انفيديو اي اي ومشيت معاه في الاختيارات وكتبت له البرومبت او ديسكريبشن بسيط كده عن الفكرة اللي انا عايز اعملها اما الموقع كتاب لي سكريبت كامل للفيديو وجاب لي الفيديوهات المشابهة للسكريبت وكمان عمل فويس اوفر وحط باكجراوند ميوزيك وساب تايتل للفيديو وشوية ترانزيشنز وحركات وقلت فضل الفيديو بتاعك كل دوت ما خدش معايا دقتين والجميل هنا ان انا ممكن استخدم صوتي كفويس اوفر واعمل اي فيديو او اي فكرة تيجي على بالي بصوتي وباي لغة انا عايزها وعشان كده انا عايزك تحضر كوباية المشروب اللذيذ بتاعك وتعال نشوف الموضوع ده بسم الله الرحمن الرحيم ده كده موقع انفيديو اي 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 وبرده الموقع ده هكون سيبولك في ديسكريبشن في وصف الفيديو تحت وبرده هكون سيبلك هداية كده برومو كود هيعجبك جدا وهيديك ضعف الدقائية اللي ممكن تستخدمها بس برضه الموقع ده بيدينا تجربة مجانية ان احنا نستخدمه ونشوف هل هو مناسب لنا ولا لا وده اللي انا عملته قلت كده ما تيجي نجرب نعمل فيديو بالزكاة الصناعي ونواكب العصر يعني هنخسر ايه فالموقع ببساطة بتخش تعمل عليه حساب سواء بالجيميل او بالابل ادرس بتاعك او ممكن تعمل بايميل عادي جدا وتعمل كريت اكاونت واول ما بتعمل الاكاونت بتاعك وتخش كده على الموقع موقع بسيط جدا هو هنا كده بيبدأ يقول لك يلا قل لي انت عايز ايه بالزبط وانا وانا عناية لك حرفيا كده فبرضو عشان اسهل على نفسي كام حاجة كده في برضو حاجة بنعملها كده في الاول بنيجي كده على الاسم بتاعنا هنا وندوس على سيتنجز ونيجي هنا عند حاجة اسمها بيتا فيتشرز بنفعلها يعني دي اللي هي الفيتشرز لسه بتتحدس في الموقع اول باول بيبقى ليك الاكسس ليها على طول من اول ما تتحط على طول في الموقع يعني فيه في الابل كده كان version 1 بس دلوقتي يتحدس بقديم الحاجات الجديدة فيه ان هو بقى فيه اسكى من الاول بالversion 2 فيين بقى هنعمل الفيديو بتاعنا ازاي بص هو يعني انت ممكن تكتب الفيديو بتاعك او الفيكة اللي انت عايزها هنا من الصفر يعني تكتب كل حاجة انت تيجي في بالك بس برضو لو انا ما عنديش الملكة دا ايه انا عندي عايز اقول له هو ايه يساعدني يساعدني ازاي بتيجي تحت عندك هنا كده بتشوف بقى الحاجة اللي انت عايز تعملها دي هتخاصة بايه فانا بالنسبة لي مسلا هعمل يوتيوب شورت فيديو فهدوس على الفيديو دا كده او الابشن دا كده بيبدأ هنا بقى يساعدني يقول انت محتاج تعمل ايه بالزبط عشان برضو ايه اخليك توصل للحاجة اللي انت عايزها بالزبط فانا بالنسبة لي مسلا ايه هقول له create a very fast فانا عايز الفيديو بتاعي يبقى سريع هنا بقى بتيجي تكتب ال description بتاعك يعني ممكن لو انت عندك تفاصيل كتيرة ايش دو ما عندكش ممكن تقول له ايه العنوان بس فانا مثلا عايز اعمل فيديو عن افضل خمس اماكن ممكن تزورهم في مصر فانا هاجي هنا كده اكتب له ايه اللي انا قلت دوت كده بشكل بسيط حلوة كده كده انك تبت له ال brompet بتاعه برضو لو انت عندك تفاصيل اكتر ممكن تقول له مثلا ايه start with permits بعد كده بنيجي تحت بقى على language ممكن تعمل فيديو بكل اللغات دي انجليزي الماني فرنسي ايطالي وطبعا كل الحاجات دي معروفة بس بالنسبة لنا الحاجة المهمة ان انا ممكن اعمل فيديو بتاعي ودي برضو من الحاجات اللي لفتت نظري جدا باللغة العربية تعالي نبدأ باللغة العربية وعلى فكرة بعد ما يخلص الفيديو ممكن نحاول اي لغة تانية تعالي نبدأ باللغة العربية هندوس لغة العربية كده وهنا ال makeup background music بالنسبة لي هنا مش فرقة معي قوي ممكن اغيرها بعدين خلينا نشوف النادية اللي هيتلحها في الاول بعد كده انا ممكن احط النبرة اللي انا عايزة هنا يتكلم بها عاملة ازاي فخلينا هنا نسيبها زي ما هي حاجة default اللي هي محطوطة نيجي بعد كده نشوف بقى بتاعي هنا الصوت بتاعي انا عايزه ميل ولا في ميل ولا ماي فويس ماي فويس دي بقى هنشوفها ان انا ممكن احط صوتي ككلون في الموقع وهو يحولهولي بقى لاي سكريبت بقى يستخدم الصوت دي او نبرة الصوت دي بالزكاة الصناعي في اي سكريبت بعد كده وكمان ممكن يغير صوتي اتكلم باي لغة تانية هنختار كده ميل مثلا اشتغل باي صوت بعد كده اللي هو ايه بتاعي هحط ترجمة للفيديو بتاعي يقول لأ حط يا عام بتاعتي تمام واستخدم الحاجات بتاعتك اللي انت محتاجها من واستخدم الصوت بتاعك من يعني عيش حياتك انا عايزك بص مش هحرمك من حاجة عشان انا ما دوس كده بيبدأ هنا يقول لي ايه بقى ده ده البرومت اللي كتب هتك على جنريت افيديو وبس كده حرفيا بس كده هو بص بقى بيبدأ ان هو بتاعك بقى وبتاعه ويبدأ يشتغل تعال اواريك بس كم نتيجة كده بعد ما يخلص اللي هو عمله دوت انا عايز اواريك كم نتيجة زي مسلا ان انا هنا كتبت له ايه افضل طريقة اتعلم بها ادبي فوتشوب على الانترنت وبشكل مجاني وكمان حطيت صوتي انا انا اللي هتكلم انا عايز اكتوحكم برد وطولي هالي هالي نتيجة كويسا للاقة وباتكلم باللغة الالمانية تمام 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 تعال نسمع مع بعض نتيجة انا كتبت بيض انا صحيح اواريك كم نتائم الحالي افضل طريق م cargaونا خارج حالي هالي من اتعلم ان هذا الوقت اليوم يتوقع تلف الانترنت وبعد صحيح اواريك كم نتائم انا وغير ايه التخلم وتحبي اواريك اواريك كم نتيجة هنشوف كمان شوية بنعدل على الحاجات دي ازاي. نيجي نكمل شغلنا على الفيديو اللي احنا بنشتغل عليه. اللي هو افضل خمس اماكن لزيارتها في مصر. هو ترجمها لي. تمام? بيقولي بتاعك ايه? فانا بالنسبال الناس المهتمة بالسفر او ممكن ماشي. ده كده يعني ادق اكتر. روح الفيديو ايه? مسلا مش عارف انا ما احتور. خليها على البلادفورم اللي هو هينزل عليها او هو هيشتغل على انه بلادفورم اللي هو يعمل له الفيديو عشانه. وبالنسبالي يوتيوب شورت وهقول له. عايزة اسماعك برضو مسال تاني اشتغلت عليه. بص المسال ده انا كتبت له قولي شوية معلومات عن مدينة مارسا علم في مصر. تعاك انا اسمع النتيجة اللي طلعت معايا. وصوتي برضو. بس اللي نراتي بالانجليش. and some of the world's rarest marine life. from playful dolphins to majestic sea turtles. مارسا علم's marine biodiversity is simply breathtaking. dive into vibrant coral reefs or explore mysterious shipwrex. it's an underwater wonderland. but it doesn't stop there. with year round sunny weather and a gentle breeze. مارسا علم is perfect for both adventure and relaxation. so if you're looking for a destination. انا ولا مش انا. يعني بالامانة. انا ولا مش انا. هو مش انا. ده ده زكاء صناعي كله فعلا. الجزئية بقى والميزة ان انت تحط صوتك في الموقع عشان يبقى بتاع الفيديوهات بتيجي كده عندك هنا. وتيجي على دوس عليها. بتيجي هنا ممكن تضيف صوت اكتر من شخص. يعني ممكن انت واحد صاحبك تبقى عاملين فيديوهات لكل واحد بيعمل فيديوهات منفصلة بالصوت وهو. وهكزا بقى افكار كتيرة. بتيجي هنا مسلا ندوس على هنا بيطلب منك شوية تعليمات ان انت بتعمل لطبقة الصوت بتاعتك اللي انت هتشتغل عليها. فهو عشان يعمل لها ويحللها. بتحط له كده ممكن تسجله في تلاتين ثانية. بتقول في الجملة دي برضه عشان يبقى هو معي وبترفع له التسجيل ده هنا كده. بتعمل له اولود بترفعه له. ويبقى عندك هنا الصوت بتاعك موجود كده في الاصوات الموجودة في الموقع. ودي كده النتيجة اللي طلعها لي الموقع. لنبدأ رحلتنا من قلب التاريخ. اهرامات الجيزة. هادي التحف المعمارية شاهدة على عظمة الحضارة المصرية القديمة. ومن ثم نتجه جنوبا الى مدينة الاقصر. مدينة المعابد والاثار الفراونية. نيجي بقى على جزئية هل النتيجة دي النهائية يعني ما عنديش تحكم في اي حاجة بعد كده. ما عرفش اعدل عليها لأ. اكيد لأ طبعا ممكن تعدل كل حاجة. ممكن تكتب له بس كده. زي مثلا انا حبيت مثلا الفيديو ده. الفيديو ده بالانجليزي. انا عايز اغيره مثلا انا خليه بالاسباني وبصوتي برضو. تعالك يا نيجي هنا كده. في البرومبت هنا كده هكتب له ايه? تشينج ده لانجوج تو اسبانيش. جميل وهاقول له جينريت. تمام هو كده خلص تعالك يا نسمع الصوت اللي عمله لنا. دي جوجتون دلفينيز. اصطا ماجستوسة طورتوغة مارينا. لا بيو دي برسيداد مارينا. دي مارسا الام. اصطر مرسيونانتي. سميرجتي. ان بيبرانتز. ارسيفة. دي كورال. او اكسبورة. ميستريوسة نوفراحة. يعني انا بايت باكلم اي لغة. خلي بايا لك با. خلي باك عشان تشوفني في كل حتى دلوقت. فبرضو ممكن تعدل من هنا بالبرومت. ممكن برضو تدوس عليه كده بيقول لك برضو شوية اه تعدلات كده او حاجات او اوامر هو برضو بيقترحولك. او ممكن تيجي على كلمة دي كده تدوس عليها. بيبقى عندك تحكم كامل بقى في كل حاجة او 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 فمسلا انا عايز اعدل في الاسكريبت هدوس عليها كده. وممكن اعدل اي فقرة او امسح اي فقرة عادي جدا. بس انا بفضل بما ان الموضوع كله يعني ايه 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 او او زكاء صناعي. ان اللي انا محتاج اعدلو بكتبو بس هنا كده في البرومت اللي هو مسلا ايه غير لي غير لي غير لي غير لي غير لي غير لي مثلا خليه لكنة تانية مثلا كل الحاجات دي اكتبه هنا بشكل اوامر كده وشكل بسيط جدا زي مسلا انا في الفيديو ده كده. لنبدأ رحلتنا من قلب التاريخ اهرامات الجيزة. هادي التحف المعمارية شاهدة على عظمة الحضارة المصرية القديمة. ومن ثم نتجه جنوبا الى مدينة الاقصر مدينة المعابد والاثار. لو تاخد بالك وبيدعم اللغة العربية وعملي فييس اوفر باللغة العربية بصوتي. لو انا عايز نفس الفيديو ده وتاعمل منه عشر نسخ بعشر لغيات مختلفة. عادي جدا ممكن اعمل كل ده. واخر حاجة بقى بعد ما تخلص التجربة بتاعتك كده وتعمل الفيديو بتاعك او الفيديوهات بتاعتك. بتيجي تعمل لها داونلود. وهنا الفكرة بقى ان انت عندك الموقع مجاني ممكن تعمل داونلود حتى للحاجات اللي انت اشتغلت عليها. بس الحاجات اللي فيها ووتر مارك بيتحطي لها ووتر مارك. فبيبقى الووتر مارك موجودة في النسخة المجانية. لكن انت لو حبيت بقى لقيت الموضوع يعني يستاهل. تقدر ان انت تشترك في الموقع. وتستفيد برضو من البرومو كود اللي سايبولك في ديسكريبشن. هيديك ضعف عدد الدقائق اللي انت ممكن تاخدها في العادي. ده غير ان الميزة ان انت تحط صوتك على الموقع بتتفتح لما تكون في النسخة المدفوعة في الموقع نفسه. بالاضافة ان انت بيبقى لك صلاحية تستخدام اي ستوك فوتج. اي فيديوهات مستخدمة في الفيديو دوت او اللي هو بيجيبها من اي ستوك. وده موقع مدفوع اصلا لو روحت عليه عشان تجيب اي اي ستوك فوتج بس الفيديو ده بس او الكام ثانية دولت من اي فيديو بتنزله بمبلغ كبير. لا هو بيجيب لك كل الفيديوهات من اي ستوك ومواقع تانية برضو حسب الماشي مع فانت في النسخة المدفوعة استفدت برضو من الميزة ديت. لو جينا مسلا نجرب نحنا نعمل داونلود الفيديو ده كده نتاك على داونلود. وبعد كده نتاك على داونلود فيديو. ممكن نعمل له تايملاين. هو نعمله على التايملاين ونبدأ نحن نعدله ونزبط الحاجات فيه. ده لو انت برضو عايز ما توجعش خش على داونلود على طول. مش عايزين احنا نخش في حتة المونتاج. املناش ضعب المونتاج دلوقتي خالص. تاك على داونلود فيديو. بتيجي هنا على النسخة المدفوعة. مفيش وتنزل فيديو بتاعك باي كوالة انت عايزها. وتاك على كونتينيو. بيبدأ ان هو يعمل لك داونلود الفيديو بتاعك دلوقتي. وهو ده كل الموضوع بتاع انفيديو فلو عجبك شغل الزكاء الصناعي اللي احنا عملناه ده بتنساش تعمل لك الفيديو. ولو عايز تشوف حاجات من كده اكتر ما تنساش تشترك في القناة. بازني لا مستنى شوفك الفيديو جاي. انا عمر عطالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.